بالوقوف دقيقة صمت حداد وبصلوات واحتجاجات مناهضة للطاقة النووية أحيات اليابان وذكرى رحيل نحو 20 ألف شخص في الزلزال المدمر وموجة التسنام العارمة التي شهدتها البلاد قبل عشر سنوات في كارثة أدت إلى تدمير مدن وانصهار مفاعل نووي في فوكشيما بداية الأحداث تعود إلى 11 مارس عام 2011 حين أعلنت الحكومة اليابانية منطقة إخلاء يبلغ محيطها 1650 كم مربع حول المحطة النووية على إثر كارثة فوكشيما وأعطيت أوامر للذين يعيشون داخل هذه المنطقة بمغادرة منازلهم لكن العديد من الأشخاص الذين يعيشون خارج هذه المنطقة قرروا المغادرة أيضا حتى سجلت مقاطعة فوكشيما بعد ذلك بعام نزوها حوالي 165 ألف شخص مجبرين أو طوعا عقد من الزمان مر على زلزال البحرية القوية الذي تسبب بحدوث موجات سونامي تسببت بدورها في أسوأ حادث نووي في العالم منذ تشيرنوبل ولا يزال التساؤل مطروحا كيف يمكن إعادة مجتمع في ظل مخاوف مستمرة من التعارض للإشعاع النووي هذه المخاوف برهن عليها السكان الذين رفضوا العودة إلى مدنهم التي تم حضر الدخول إليها سابقا رغم مساعي الحكومة لتحفيز العودة من خلال التحفيزات المالية والإيجارات الزهيدة وتأكيد على أن المناطق التي أعيد فتحها خالية من الإشعاعات النووية فهل تنجح اليابان في تحقيق هذه المساعي خلال وقت قريب أم يحتاج الأمر إلى أربعين عاما أخرى كما تشير بعض التقارير